شروق السؤال اللي خدناه قبل الفاصل بالنسبة ليه زواج الست الوالدة 62 سنة وعايزة تتزوج من رجل 82 سنة أهم شرط عنده أنه يبقى عرفي عشان خاطر الميراس وعشان هو بقى بيقول لها أنا ححل لك مشاكل تانية أنا موضوع العرفي ده طبعا الزواج له أركان وشروط إذا تحققت هذه الأركان وتلك الشروط كان صحيحا شرعا لكن برضو طاعت ولي الأمر واجبة في أمر التوثيق إن الحكومة بتعمل نظام لازم الأمة كلها الشعب يلتزم بيها النظام ده شيء مطلوب فأنا الحقيقة لا أنصح بهذه الهيئة في الزواج وبخصة إن كلها وعود هي لم تقارب أرض الواقع بعد أنا هعملك أنا هسويلك وهو من أولها مش عايزك عشان ما تورسيش مستقبلا فعايزي بقى الزواج عرفي الدخلة نفسها مش مريحة وما فيش داعي للعرفي في حالتكم أموركم كلها وقتها بتقولوا هنشهر ونعلم كله ده عشان هو لا يورسك وسبحان الله ما حدش عارف مين اللي يهورس من مين خلي الولدة تدعي بدعاء الاستخارة لكن أنا من جهة رأيي الشخصي الذي لا أفرضه لا يروق لي مثل هذا النوع من الزواج يا أختنا الحبيبة الأستاذة شروع ترجمة نانسي قنقر